دينار لقمة عيشك دينار ثروتك المفقودة صورة لا تفارق البال ويطرح السؤال حينها أين تضيع الأموال أموال العراق المحاصرة بعواصف الأمن والسياسة منذ زمن والكوارث التي يصنعها المال أشد فتكا من أية كوارث أخرى عصب العراق الذي يخسره البلد في اشتداد الأزمات ومن حالة جمود إلى أخرى تصنع أزمة السياسة كارثة اقتصاد جديدة اشتعل فتلها مع بدء الانسداد في البلاد رياح تلك الكارثة بدأت مع تحذيرات أطلقتها وزارة المالية مع حلول 2023 والسبب غياب موازنة العام الحالي عن طاولة صنع القرار السياسي الغائب هو الآخر عن بغداد منذ إعلان نتائج الانتخابات الماضية إذ يدق اقتصاديون جرس انذار مبكر بفعل الزيادة في الانفاق وأعداد السكان دون وجود موازنة تنقذ البيت الاقتصادي اللجنة المالية النيابية التي أعلنت البدء بمناقشة مقترح قانون جديد مماثل لقانون الدعم الطاري للأمن الغذائي كبديل عن الموازنة في حال عدم إقرارها مقترح يوضع تحت مجهر التحذير من التمرير سيما أن رسالة التحذير مكتوبة بقلم نيابي بعنوان المخاوف من أن يفتح المقترح أبواب فساد جديدة وصفقات مشبوهة تزيد طين الورقة الاقتصادية بالله قانون الأمن الغذائي للدعم الطاري والذي صوت عليه النواب فيما مضى قدر المبلغ المخصص له بنحو 17 مليار دولار مبلغ لم يرق لبعض القانونيين سابقا فيما يتعلق بمخاوف من حدوث إخلال بالأسس التشريعية للقوانين تبددت تلك المخاوف بعد أن فسر القانون بتكامل أوجهه في مسألتي الانفاق الاستثماري والتشغلي وهو ما يثير التساؤل عن مصير أموال الأمن الغذائي وأثرها على الاقتصاد وعن مصير موازنة قد تطول غيبتها مع ضبابية المشهد السياسي في البلاد ترجمة نانسي قنقر